السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الكرام ورحبا بكم في حلقة جديدة من ملفات في الأزمات بتظهر المعادن والمصريين معدنهم غالي جدا جدا دهب والله أول ما المطر نزل والشوارع غرقة ظهر المعدن الأصيل وكل واحد على قد ما يقدر اللي فتح بيته واللي فتح مطعمه واللي نزل بعربيته كلهم رجعوا تعبانين ومنهم اللي رجع على المستشفى ومنهم اللي فقط حياته زي الشاب أحمد شعبان أحمد واللي كان في رحلة لأحد مخيمات رأس شطآن وهي منطقة مخر سيل لما ضربت السيول المنطقة خرج كل الناس اللي في المخيمات وفضل واحد بس هو أحمد شعبان كان مصمم على خروج الجميع أولا من المخيم لكن للأسف جرفه السيل وملقاش حد ينقزه عشان يكون مصيره داخل التلاجة في مستشفى نويبع المركزي في الناحية التانية الحكومة كتر خيرها قطعت المية والكهرباء ورغم وفات وإصابة العشرات خرجت الحكومة تشيد بعملها وإنجازها في الأزمة تشيد بعطلة القطارات وحوادسها وتشريد الألاف من المصرين على السكاك الحديدية تشيد بالطرق المنهارة والهبوط الأرضي في العبور وغيره من الأماكن حكومة كل اللي قدرت عليه أو قدرتها الاستهتار بحياة البشر وإهمال الصيانة واحتياطات الأمان وإعلام دوره زي ما كلنا عارفين هو الاحتفاء بالكوارث والدعاء التعايش معاها والتفاخر بأن البلد ما فيهاش أي منطق في التعامل مع الأزمات والكوارث وإنها وما ينطبقش عليها أي معايير محترمة والكلام اللي ملوش أساس حقيقة عن مناعة المصريين وإعدتهم اللي تاكل الظلط اللي كل مرة بنكتشف أنه كلام فارغ وتحويل التأصير والإهمال والفساد لنكت وإفهات رغم مأساوية الأوضاع على أرض الواقع كل اللي شفناه من مبارح بيرجعنا الأصل المشكلة عشرات الفيديوهات بتقول أن كتير من المصريين خلاص نسيوا أن فيه حاجة اسمها محليات ودولة مش حاسين أصلا أن هي موجودة وده شيء طبيعي لأن آخر انتخابات محليات حصلت في البلد اتعملت في 2008 يعني من 12 سنة مع أنها كانت مزورة فالنتيجة زي ما احنا كلنا شايفين أن الناس مش لقي حد تشتكيله من غياب الخدمات أو طلب حتى مساعدة أو إنقاذ وقت أزمة أو تحاسب مسؤول أو تنتخب غيره عشان يرائب تحسين الأوضاع من هنا لحد الكرسى اللي جاية أو تتطوع في حملات منظمة للخدمة العامة ومش بس كده الناس بقت تنزل بنفسها تنقذ جرانها بعربياتها أو بتشكر الحكومة المركزية أنها كتر خيرها المرة دي والمرة دي بس بديتنا أجازة عشان ما نبقاش أو ما نبتش على الكبري أو فصلت عندنا النور عشان ما نتكهربش بعد عشرين مصري عشرين مصري فقدوا حياتهم خلال يوم واحد بدون حق خارج السيسي بيقول أنه فخور فخور جدا بسبات المصريين في مواجهة ظروف مناخية غير معهودة طيب يا ريت الناس وإحنا الناس ترد عليه ويطمنون يا ترى أنتوا ستين يا جماعة إحنا بس اللي نقدر نقول للسيسي نقول كلامه صح ولا غلط إحنا بس اللي نقدر نقول إحنا مستحملين ولا لأ إحنا بس اللي عايشين في المطرة والبرك والطين والكهرباء والبهدلة إحنا اللي عايشين فيها مش هو ولا حد تاني في الآخر طلع يقول لنا عبدالفتاح السيسي شكرا على سباتكم زي ما شفنا البيوت غير إد في أغلى المدن والتجمعات والكونبوندات في ناس قلوبهم مخطوفة دلوقتي على أهلها وأصحابها اللي قيدهم متكتفة في الزنزين والسجون مش عارفين إيه اللي بيجرى لأبنائهم أهالي المعتقلين وإحنا جزء منهم وصلتهم أخبار ومعلومات عن غرق زنزين بالكامل في سجون تورة وواد النطرون والعقرب وقاطع التيار الكهربائي عن الزنزين كل الأهالي بيسألوا بحصرة نتطمن إزاي على حبيبنا في السجون نتطمن إزاي إنهم مش غرقانين أو بردانين أو حتى عايشين ولا لأ أو حصل كرسة كهرباء بسبب المطر دا ولا لأ وبيلعانوا كل شخص مسؤول عن قلوبهم المأهورة دي الأمطار والرياح والبرد والسجن هموم وابتلاءات اجتمعت على المعتقلين وأهليهم وفي تهديد أكبر وفي تهديد أكبر على حياتهم اسمه فيروس كورونا المستجد مع تكدس المعتقلين في زنزين ديئة غير أدمية بيخليها أماكن مناسبة جدا تكون بؤر لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر كل دا دفع حقوقيين وناشطين للإفراج أو للدعوة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في حملة تحت هاشتاج خرجوا المساجين دي بعض التغريدات اللي طلبت بخروج المعتقلين رحيق محمد بتقول دعواتكم وأصلتنا أنباء مؤكدة عن غرق الزنزين بسكون العقرب طرى وادي النطرون وأطع الكهرباء عن الزنزين بحجة عدم أزل معتقلين بحسب مصادرنا حسبنا الله ونعم الوكيل نجي المعتقلين برحمتك يا رب اللهم أمين دي كانت إحدى التغريدات فيما يخص الموضوع ضحى محمد بتقول برضو وأكيد معهم سجن الملحأ لأنه بجانب سجن العقرب ولكن للأسف لا تخرج منه أي معلومة ثمان معتقلين فقط في السجن منفيين لا نعلم عنهم شيء فرج يا الله احفظهم يا رب كن لهم عونا ومعينا طيب دي برضو كانت إحدى التغريدات اللي اتكلمت عن الموضوع كتير من المدونين كتبوا تحت الهاشتاج خرجوا المساجين منهم رتاج البنة يتكدس عشرات الألاف من المعتقلين السياسيين في مصر فوق بعضهم داخل سجون غير أدمية مع عشرات الألاف الآخرين متهمين في جرائم جنائية بنتكلم عن مئات الألاف متكدسين في زنزين دياء جدا بيهددهم فيروس كورونا آخر حد عبد الرحمن عز انقذوهم صراخات هائلة تتوالى الوضع الكاريسي في عدد من السجون المياه دخلت العنابر والزنزين على المعتقلين والسجناء والإدارة أو إدارة السجون اكتفت بقطع التيار الكهربائي بالكامل خرجوا المساجين طيب عشرات الألاف من المعتقلين السياسيين في مصر فوق بعضهم داخل سجون غير أدمية مع عشرات الألاف الآخرين متهمين في جرائم جنائية زي ما شفنا من شوية وبعد إعلان فيروس كورونا وباء عالمي الناس بتسأل هل تمتلك السلطات المصرية العظيمة خطة في حال ظهور المرض في أحد سجونها لقدر الله الفيروس مش هيفرق بين سجين وسجان خرجوا المساجين لأن خروج المساجين من السجن حق ومطلب ضروري أنه ينقذهم خرجوا المساجين وانقذوا مصر من كرسة كبيرة انقذوا المسجون والسجان المعتقل والجندي والضابط وقفوا الأنشطة الرياضية عطلوا المدارس والجامعات مرة واحدة بس حسسونا أن الإنسان المصري مش رخيص وأنه أهم من مصالحكم الدياء والشخصية العالم كله زي ما كلنا عارفين بيعمل إجراءات احترازية كبيرة إلا أشباه الدول